السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدراسة الجزء الثالث من النص المسترسل جولة سياحية في مدينة مكناسا هذه الحصة تعدى الجزء الأسبوع الثالث من الوحدة السادسة بجال السياحة علما ندى الجزء المدرسة البعنانية المرجع الجديد في اللغة العربية لمستوى الرابع إذن نقرأ هذا الجزء ثم نعود لإجابة عن الأسئلة المصاحبة له في اليوم التالي خرجنا نتجول عبر دروب مكناسا العتيقة ومررنا بجوار مدرسة قديمة المدرسة البعنانية هذه البناية معلمة معمارية رائعة بها بلاط مزخرف وأعمال فنية منحوطة على الجدران كما كما تضم قاعة للصلاة ومحراب بقشت على جدرانه آيات قرآنية بالخط المغربي وتشتمل الطبقة العلوية منها على غرف طلبة العلم وعلى درج يؤدي إلى سطح مبنى المدرسة المشرفة على المدينة أعطي كلمات من عائلة عائلتي درج وطلبة طلبة إذن درجة درجة مدرسة استدرجة إذن درجة درجة مدرجة استدرجة تدرجة أو تدرج طلبة طلبة طالب اسم الفاعل اسم المفعول مطلوب مطلب إذن طلبة طلبة طالب مطلوب مطلب السؤال الثالث لماذا تضم المدرسة غرفا إذن تضم المدرسة غرفا لإيواء أو لينام فيها طلبة العلم إذن تضم المدرسة غرفا لينام فيها طلبة العلم أو يمكن نقول لإيواء طلبة العلم إذن تضم المدرسة غرفا لينام فيها طلبة طلبة العلم في أي منطقة من مكناسة تقع المدرسة البعنانية إذن تقع المدرسة البعنانية لاحظوا معي في السطح الأول من الفقرة الثالثة في اليوم التالي خرجنا نتجول عبر دروب مكناسة العتيقة ومررنا بجوار مدرسة قديمة المدرسة البعنانية إذن تقع المدرسة البعنانية في المدينة العتيقة لمكناس العتيقة بمعنى القديمة تقع المدرسة البعنانية في المدينة العتيقة لمكناسة نعم السؤال الخامس أدخل الأجزاء المعمارية للمدرسة البعنانية التي وردت في النص إذن الأجزاء المعمارية للمدرسة البعنانية التي وردت في النص البلاط قاعة للصلاة المحراب غرف لطلبة العلم إذن الأجزاء المعمارية للمدرسة المعمارية التي وردت في النص البلاط قاعة للصلاة غرف طلبة العلم درج وセطح المبنى نعم المحراب ذكرت في الأخير إذن الأجزاء المعمارية للمدرسة البعنانية التي وردت في النص البلاط، المحراب، قاعة الصلاة، غرف طلبة العلم ودرج سطح المبنى السؤال السادس أصف المدرسة البعنانية إذن المدرسة البعنانية مدرسة قديمة توجد بالمدينة العتيقة بمكناس بها بلاط مزخرف وقاعة للصلاة ومحراب مزين بالخط المغربي كما يضم الطابق العلوي غرفاً لطلبة العلم ودرجاً يؤدي إلى سطح المدرسة إذن المدرسة البعنانية مدرسة قديمة توجد بالمدينة العتيقة بمكناس بها بلاط مزخرف وقاعة للصلاة ومحراب مزين بالخط المغربي بالخط المغربي كما يضم الطابق العلوي غرفاً لطلبة العلم ودرجاً يؤدي إلى سطح المدرسة عفواً إلى سطح المدرسة ويطل على المدينة سأضيف ويطل أو يشرف على المدينة إذن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم قبل إغلاق الفيديو فضلاً وليس أمراً من تسلوا قناة نزال التعليم لأول مرة الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائماً كل جديد ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى توم الفائدة وترك بصمتكم وتعليقاتكم المحفزة استبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مرسى لما